بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الموثلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم نارده يا جماعة أنا جاي لكم بفكرة جديدة أنا كأن عندي الزرادية ديك أو الزرادية بتاعت الكهرباء صراحة أنا زي ما تقول قديمة عندي ومستغنى عنها وقلت أشتري واحدة جديدة لأن فيها إيه؟ يعني تارست شوية فصراحة فكرت قلت إيه؟ أعملها خرامة خرامة ورق خرامة جلد أخرم بها إيه؟ أي حاجة أنا عايز أخرمها فقلت إيه؟ أعملها طبعا أنا عندي صاروخ جبت الصاروخ وحطت البسكوتة والاحتشائقها من هنا وهنا زي ما احنا شايفين كده أهو والنيحة الثانية نفس الحكاية اللي أنا حطيت فيها المصمار أبو سامولا جبت مصمار بسامولا زي ما احنا شايفينه وليح تحطه في الشق اللي فوق وربطت عليه جامد زي ما احنا شايفين كده طبعا قبل ما اربط سنيت الجزء القداماني ده وشلت الألووز اللي عليه وعملت له سن عشان يبقى سهل اختراق الورق أو الجلد وبعد كده ربطت حطيته هنا في الكماشة في المجرى اللي أنا عملتها دي كده وربطت الصامولا جامد وديتها نقطتين أمير طبعا لو فيه لحم نحاس متوفر عندي كنت عملتها كنت لحمت المصمار ده في الجسم بتاع الكماشة بس برضه قلت لأ بلاش اللحم نخليها بأمير يعني لو حبينا نغير المصمار ده أو المصمار بحكم الوقت والاستعمال مثلا تآكل أو حاجة أو حاجة زي كده ممكن نغيره المهم أننا لحمته بأمير وقلت إيه أخرم به الورق زي ما احنا شايفين كده دي كارتونة طبعا ممكن أخرم لو حبيت تعمل كشكول مثلا أو عايز أضم كده ورقة مع بعض زي ما احنا شايفين المصمار بيمفت بنحة التانية وبيخرم الجيل لو عندنا مثلا جلد زي دي جلد حزام وعايزين نخرم له مثلا فتحة هنا كده مثلا اهو اهو زي ما احنا شايفين كده عملنا له هنا ايه فتحة عايزين نعمل له واحدة تانية فتحة اهي نفس الحكاية اهي عايزين جلدتين مثلا اهو ده جلد صناعي لو جلد صناعي برضو ممكن نفس الحكاية بس وجمت شوية اهو 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 تخرم اهو ونفضو مع بعض اهو عايزين ماشلا نخيط لتنين مع بعض نلحمهم مع بعض لاي سبب يعني بنعمل اي حاجة يدوية جلدي او حاجة زي كده فاحنا برضو بنقوم بعملية الخارم زي ما احنا شايفين اهو بسهولة اهو اهو ودي خرم ودي الخرم التاني تاني حاجة عندنا في اخر العام الدراسي بيفضل معنا عندنا شوية كشاكيل فيها بعض الاوراق الفاضية ناخدها وممكن نعمل منها نوات زي دي كده اللي بتتباع هنجيبهم جنب بعض كده الورقة هو فوق بعضه مثلا يعني بضرب لكم مثلا اهو كده مثلا اهو اتخرمت وهنفضل نخرم اهو نخرم كل الصف ده وبعد نجيب كده فتلة وخيط ونفضل ندخل في فتحة وندخل في الفتحة اللي هدي وكذا هيبقى عندنا كشكول او اجندة صغيرة زي دي لو عملنا لها برضو الصنالها اللي هو الورقة الاولانية دي اللي هي الغلاف بتاعها ممكن نعمل العملية دي فالخرامة اللي احنا عملنا يا دوي دي هتساعدنا في حاجات كتيرة ممكن نخرم بيها زي ما احنا شايفين اهو كماشا قديمة انا زيقتي منها لا قديمة عندي فقلت اجيب واحدة جديدة وتارسسنا يعني وبعدين قلت ايه استفاد منها فعملت لها زي ما نشعر فيه المجرى كده شقيته نصين لو ما عندكش صاروخ روح لواحد حداد وقل له اشروخها لي كده بيه الصاروخ البسكوتة وهاتم سمار بقى بقى لووز وحطه في المجرى اللي فوق دوك واربط عليها وديها نقطة امير هتبقى حديد وهتبقى عندك آلة جديدة هتستفاد منها زي ما قلتلكم وشكرا وارجو ان تكون الفكرة سهلة تعملوها وممكن تستخدمها زي ما قلتلكم في اي تخريم او في حاجات تانية وشكرا اشتركوا في القناة